يعني بالتأكيد هذا السؤال مهم جداً أستاذ حسام أنا أعتقد جازماً بأنه عدم استقرار الحكومة الاتحادية هو يأتي بالتدرج أنه على عدم استقرار الحكومات المحلية مدام أنه حكومتنا حكومة جاءت بأوضاع استثنائية ودائماً عدم التوازن السياسي وأتحدث معك بكل واقعية بأنه نظامنا السياسي ونظام هجين الدولة مو بيد واحد تعدد مصادر القرار وتعدد مصادر القوة وقوة وأحزاب تتعامل هي أكبر من الدولة وتخرق القانون والفساد منظومة ربما محمية من كثير من المصدات التي تعيق عملية البناء والأعمار اليوم في إقليم كردستان كل اليوم مثل ما تحدث الضيف أنه أكو فساد وفساد واضح إن كان في تهريب النفط أو في المنافذ أو غيرها ونسمع لكن أكو بناه وعمار أكو نوع منها من البناء التحتية أكو قطع خاصدة يشتغل في محافظاتنا مشكلتنا بأنه إحنا ما نعرف ش نريد أحزابنا ما تعرف ش تريد هل إحنا نريد نبني دولة نبني محافظاتنا من تسعة ومن واحد وثمانين لحد الآن نحن مثلا في محافظة تواسط ما عدنا مستشفى أربعمية سرير تم بناء أحدث مستشفى عدنا بالواحد وثمانين بالتالي الناس تبعوا عندنا كنا مسؤولين كل إحنا نشوفونا فاسدين وكل إحنا نشوفونا مقصرين كل إحنا نشوفونا بأنه عركة بين السياسيين والأحزاب المواطن الفقير اللي الآن أنا عدي في المحافظة أكثر من ميتين وعشرة قرية معتها ماء صالح للشرب من يفكر بيها مثلا محترامي بعض القادة في بغداد يفكرون أنا عندي ميتين وعشرة قرية معتهم ماء صالح للشرب أو عندي أكثر من خمسة واربعين قرية معتهم كهرباء وإحنا بالعامل راح نطب الثين وعشرين أو عندي مثلا أكثر من خمسمية كيلو من الطرق هي غير صالحة للاستخدام بالتالي بأنه مشكلتنا وأعتقد إحنا في أزمة إدارة سوء الإدارة هو أبواب من أبواب الفساد اليوم خلوا محافظ من عدنين يعل صوته يطالب بحقوقه يقول والله أنا أخذ النفط إلي وألطي إراداتي أنا أحطيك معلومة إحنا فقط الإرادات الغير النفطية سنويا محافظة واسط الأولى في العراق بالزراعة الأولى بالثروة الحيوانية كثير من الموارد الطبيعية أدنى بالمحافظة سنويا إحنا أقل شيء نطل الدولة 100 مليار فقط هي موارد محلية أكثر من إحنا تقريبا حقول النفط اللي عندنا تنتج الآن إذا كل طاقتها الإنتاجية توصل لأكثر من 150 ألف برميل بالتالي بأنه الناس تشوف نفط تشوف زراعة تشوف موارد محلية وهذا حالها من ناحية الوظائف من ناحية النتيجة هو دكتور هنا أنا بالتحديد دكتور إذا تسمح لي هنا أنا بالتحديد أنت تقول جنابك وهذا وأنا اتفق بي وياك أنه النظام السياسي في العراق هجين أكاديميا هو هجين غير واضح المعالم مخرجات الدستور لا تؤدي لشكل النظام وهذا أمر أكاديمي بحت وانا اتفق بي ويا جنابك إحنا عندنا قانون اللامركزية الإدارية اللي هو 21 محافظات قانون رقم 21 وعندنا أوامر صدرة تنفيذية باسترجاع بعض الصلاحيات الإدارية الموزعة على المحافظات أنا أسأل والمواطني اللي دي فهم هل القصة قصة أنا أنطيك موازنة أو أنت تسوي مشاريع للبنى التحتية مشاريع مياه جسور مدارس مستشفيات أم أن الأمر مقسم ما بين الإدارتين أخويا أستاذ حسام نحشى بصراحة النظام اللامركزية تم محاولة جهازه في محافظات الوسط والجنوب وعموم المحافظات تعرف عشر محافظات تتطبق يعني ما زالت عندنا محافظات اللي عانت من أحداث داعش لم تنقل إلها بعض الصلاحيات نظام اللامركزية أنه ما زالت العقلية المركزية الاستحواذية موجودة في الوزارات في بغداد وما زال نظامنا الإداري غير معلوم أنا أتحدث بصراحة وياك إنه عالم وصل إلى اللامركزية المالية وإحنا ظالين هاي صلاحيتي وهاي صلاحيتك هذا المدير أنا عينه لو أنت هذا شون أجيبه ذاك هذا طويل هذا كسير عمي الناس وصلت إلى استقرار بالنظام الإداري وجاوزته إحنا لحد الآن ما نعرف نظامنا مركز أو لا مركزي ويوميا إحنا عركة ومحاكم إحنا والوزارات هذا يقول إلي وكلك ذوبة أنا أقول لك كل الدوائر اللي نقلت للمحافظات الوزارات فتحت دوائر اتحادية بمعنى أنا مثلا عندي طرق وجسور بالوزارة هم فتحت دارس من الطرق وجسور الاتحادية والموازنة إلى كل الصلاحيات اللي نقلت هي عبارة على الموظفين ترجمة نانسي قنقر